الجزء ده عايزين نشوف مع بعض الهيماتوبياتيك استمسال اللي هي مفروض في الشخص النورمال بتنتج لي إماتيور والإماتيور سيلز بيحصل لها حجز ما ديفرانشيشن ماتيوريشن نطج وديفرانشيشن انتو ماتيور سيلز يبقى عملية الانتاج الطبيعية هي عملية تكوين ونطج للخلايا وبالتالي دي نقول عليها نورمال ديفرانشياتيد هيماتوبياتيك سيلز أما اللوكيميك استمسل إن الخلايا الجزائي اللي هتطلع خلايا سلطانية اللوكيميا فدي غريبا بيحصل فيها حاجة مهمة جدا أنا أركز عليها وأنا أخذها بالتفصيل إن شاء الله ما عليك اسمعي ميوتيشنز التفارات فتقوم الخلايا اللي هي اللوكيميك استمسل تنتج لي لوكيميك بلاست سلطان إحنا قلنا عليها قبل كده بلاست طيب اللوكيميك استمسل دي لو خدناها برضو درسناها بالتفصيل المفروض إنها إذا ما اتفقنا بتطلع بلاست يبقى هي بتبقى موجودة موجودة هيل ومعاها البلاست اللي هي خلايا السلطانية يبقى عندي فيه خلايا السلطانية اسمها بلاست وفيه عندي خلايا جزعية اللي أنتجت الخلايا السلطانية اللي اسمها بلاست طيب في الحتة دي بقى كان زمان يستخدمه علاج تقليدي اسمه كونفينشنال كيموثيرابي يعني العلاج الكيميوي التقليدي كان بيعمل إيه بقى العلاج الكيميوي التقليدي دا بيقتل الخلايا السلطانية ولكن تبقى الخلايا الجزعية اللي هي اللوكيميك استمسل يبقى تفضل اللوكيميك استمسل يبقى فيه فرصة جديدة لزهور المرض مرة تانية ريكارنس أو ريلابس إنه يرجع تاني يبقى يظهر السلطان للمرة تانية طيب العلاج الحديث بقى نوفل نوفل اللي هي العلاجات الحديثة نوفل ثيرابيز تارجيتنج اللوكيميك استمسل يعني حاب بنهاجم دي مش بنهاجم اللي بسه السلطان بس لا بنهاجم اللوكيميك استمسل الخلايا الجزعية اللي قدرت الى السلطان فبعمل إرادكيشن للديسيس بقى دي على الديسيس